من المناسبة حاجات كتيرة حاجات كتيرة كنت حضرتك عايز تعملها يعني ارتبط اسمك من فترة ليست بالطويلة يعني بأحد الأندية في إنجلترا يعني سكاي سبورتس كانت كتب التحرير بهذا الشكل أنت بتفكر تشتري نادي آه كان كان حصل كده آه هل طرجعت 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 ليه ليه عشان نادي يسموح برضو وحاجات كتيرة جدا عشان نادي يسموح آه رفضت هذا الكلام وإن شاركة انجليزية كبيرة قوي حابت تعمل استثمار في مصر وإن تدخل معايا في أنها تعمل أندية في مصر آه بعد الموضوع ده بعد ما أنا كنت حشتري نادي في إنجلترا آه 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 وكانت عايزة تعمل الموضوع ده وكان معروض جذاب جدا وفي مكاسب كبيرة قوي 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 آه لكن أنا ما قدرتش عشان خاطر نادي يسموح طالما أنت ما تقدرش تحارب بروحين آه واتقدرش يكون عندك قلبين آه وعقلين وفكرين آه فأنا عقلي وفكري مرتبط بنادي يسموحها لغاية أما الأعضاء يقولوا إحنا مش عايزينك آه لكن أنا بحب نادي يسموحها وبقاتل عشان نادي يسموحها بقاتل يعني خاتبك بقاتل من أجل مصلحة يسموحها آه لا باحترام طبعا لا أنا رجل باحترم القانون وباحترم اللوايع وباحترم النظم وباحترم بلدي يعني لكن أنا بحس أن علي واجب لازم أديه بالأصول بالأصول طبعا سن الزمان ثم سنق yapıyorsun